موسيقى لقاء استعراض مجمل العلاقات المصرية الفرنسية سنائيا وأيضا الأوضاع الإقليمية على خلفية العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين البلدين كذلك كان لنا لقاء منفرد ولقاء موسع تم خلال لهم تأكيد على أهمية هذه العلاقة للبلدين علاقة لها تعائم قوية في التاريخ انتصال ثقافي وحضاري ممتد على مستوى الشعبين يعزز دائما من هذه العلاقة ويجعلها علاقة رصخة خلال الفترة الماضية تطورت العلاقات إلى مرتبة أعلى من الثقة المتبادلة العمل المشترك بحيث أصبحت علاقة استراتيجية بالمفهوم الكامل لذلك سواء سياسيا اقتصاديا أمنيا عسكريا بما يحقق مصالح البلدين نحن نتطلع إلى دائما تطوير هذه العلاقة ولدينا رؤية مشتركة إذا كثير من القضايا الدولية وتنسيق في الإطار المتعدد العلاقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي ومركز فرنسا المرموخ الريادي في الاتحاد أيضا مجال آخر من العلاقة خاصة أننا نقدم على علاقة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي وبالتأكيد أنه دعم فرنسا لمصر في الاتحاد الأوروبي من الأمور الهامة جدا تدرقنا بالتأكيد إلى الأوضاع والحرب الدائرة في غزة للتأكيد على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار دخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة المنع التام والرفض التام للتهجير سواء تصفية للقضية الفلسطينية أو الإلقاء عبء على الآخرين سواء فيما يتعلق بغزة أو بالضفة ممارسات المستمرة الإسرائيلية العسكرية في غزة والضفة وبعد التهجير الشعب الفلسطيني في غزة من الشمال والوسط إلى الجنوب الأضرار الضخمة التي قد تلحق بالمدنيين في استمرار الاستهداف العسكري لجنوب غزة تأكيد أنه لابد من وقف إطلاق النار حتى تتاح الظروف لإطلاق إطار سياسي يتعامل مع الخضية الفلسطينية من جميع جوانبها سواء اتصالا بغزة و ما يحدث فيها فيما بعد انتهاء الحرب أو ضرورة التعامل مع الخضية الفلسطينية بمنظور متكامل سياسي في إطار حل الدولتين هناك توافق في المجتمع الدولي بأن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولا بد أن يتم تحديد إطار زمني لإقامة الدولة وتعامل مع خفة القضايا سواء كانت متصلة بإدارة غزة ومسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية تامين وتحقيق الاستقرار والأمن لإسرائيل الإفراج عن الرهائن ولكن أيضا الإطار السياسي الأوسع المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية فلا يمكن الفصل بين كل هذه المكونات لما التعامل معها بشكل واحد الاتساع وخطورة الاتساع رخعة الصراع في الشرق الأوسط اتصالا بالحرب في غزة ما نشهده من تهديد الملاحة في البحر الأحمر الأعمال العسكرية التي تمت في سوريا وفي العراق أيضا الأوضاع العسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية كلها تنظر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع وهذا ما نسعى لتجنبه من خلال المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتعامل مع الخضايا بمنظور سياسي شامل سوف نستمر في التواصل الوثيق مع معالي الوزير ومع كافة الأجهزة في البلدين لاستمرار العمل المشترك على مواجهة التحديات المشتركة وأيضا في الإطار الثنائي على الارتخاء بالعلاقة والعمل على الإسهام الذي أسهمت فيه الشركات الفرنسية وفرنسا خلال السنوات الماضية في جهود مصر التنموية وأيضا مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة برحب مرة أخرى بمعالي الوزير وأتمنى لكل التوفيق وتطلع إلى العمل الوثيق معه خلال الفترة القادمة شكرا جزيلا طدل اشتركوا في القناة